السلام عليكم نتمنى تكونوا باخير وعلى خير ومرحبا بكم في قناة عالم ام روا اليوم نقدم لكم كيكة العيد كيكة سرافاييلو نديروها نار العيد ان شاء الله تفرحوا بها وديداتكم وعائلتكم بمضاقة رائع ولدة لا تقاوم يبغيوها الكبار والصغار في التجربة فاجربوها بصحتكم وراحتكم نخليكم على المقادير وطريقة تحضير بسم الله على بركة الله انا عندي بيضة كاملة وصفر بيضة البيضة لبيضة سوف نحتفظ به وغادي نضيف قبسة ديال الملح وعلبة ديال الدانيت ديال شوكولة غادي نضيف داك العلبة ديال الدانيت نضيف بيضة جميع المكونات ونفس العلبة ديال الدانيت غادي نعبر بيهجا عن مكونات فهناي عندي علبة ديال السكر وعلبة الحليب وعلبة ونصف الزيت ونخلط هذه المكونات مع بعض حتى نتساجم لها الخالط فهذه هي اقتصادية ومكوناتها ساهلين مهلين في قمة الروعة سوف نأخذ البيض البيض اللي خليت سوف نضيف له مع القاة كبيرة السكر غلاسي سوف نخلط البيض البيض مع السكر غلاسي سوف نضيف نصف الكوك سوف نضيف نصف الكوك سوف نضيف المكونات جيدا سوف نهتم التجمع كما قد يتم التجمع سوف نضيف نصف الكوك سوف نضيف المكونات جديد سوف نضيف المكونات جدا سوف نضيف المكونات جدا مسيان فسفي هنا يرى مجد ليا الخالط ديالي غادي ناخد اه اه انا وغادي نبدأ انكور هذو الكوك كويرة صغر ونحطه ما يعني في التبسيل وغادي بدا نكور ونحط حتى كنوجد الكويرة ديالي كاملين اللي ساوبت سافي هنا يا غادي نتف علبة ديال كاكاو المر هنا يا درت الكاكاو ديال العبار وانتو ما دلو كاكاو اللي بغيتو ويلمر يل حلو وبنفس العلبة ديال دانيت غادي نعبر بها حتى التقيق غادي ندير جوج علب ديال التقيق الفورس وغا نخلط مزيان فهنا غادي ندف نس علبة ديال الدقيق يعني بالمجموع در جوج علب ونصف ديال الدقيق وغادي ندف جوج ساشيات ديال الخميرة الكيميائية وغادي ندف جوج ساشيات ديال الخميرة الكيميائية غادي ندف له هادك الكيك ديال اللي خلط فدائما كان علي ويدينا يعني ما كان نجيو نكمبو الكيك في المول كان علي ويدينا الفوق بش الكيك كيجينا مهوي ومن فوق فغادي نقاد الكيك ديالي في المول وغادي نبدأ نحط الكورات ديال الكوك اللي حضرت هنا يعني سخلط الفران مشعول يعني تكي سخلينا الفران وكان ننقص عليه حتى ندخل الكيك ديالنا الطيب حل اي كيك ضروري الفران يكون ناقص مزيان وحتى كان بدأو نحسو بالكيك انه طاب وكان شمو ريحته فاعد كنحلو عليه فما كناخدش هنا وقت بزاد فهنا منين طاب ليا الكيك وهو سخون فاكن سقياه بنصف كاس ديال الحليب وكان خليه يبرد على جنب غنوزو باش نوجدو الكريمة اللي فيها جوج ديال الكيسان ديال الحليب وثلاثة ديال المعالق قبار ديال النشا وكان ضيف مع القاونس ديال الكاكاو وربعات ديال المعالق ديال السكار بإمكانكم تنقصوا نسبة ديال السكار على حسب الضوغ كنخلط هذه المكونات مزيان حتى كينساجموا ليه وكندرهم فق نار هادئة مع التحريك المصامر حتى كتولي لنا كريمة من بعد ما وجدت ليه الكريمة غادي ندفع لي هادا نتديال الشكولات وغادي نحرك مزيان وهنا الكريمة ديالي وجدت غادي ناخد الكيك وغادي نفرغ بفوق هذه الكريمة وغادي نسويها مزيان مع الكيك يعني غادي نحط طبقة من الفوق للكريمة وغادي نسريها مزيان فغادي نقضي لها الوجه وغادي نخليها تبرد شوية فهنا كما قلت لكم فهد زين اختياري بإمكانكم تزينوا لها الوجه باش ما بغيتوا فأنا هنا غادي نزينها بشكلات البيض حكيتوا غادي ندروا لها الوجه بإمكانكم ديروا الكوك ديروا دوب وشكلات وديروا خطوط ديروا بسكوي من الفوق أي حاجة بغيتوا زينوا بها الكيك ديالكم زينوا فأنا اختارت هاد زين هادا لسامبل وارك ما عارفين دبما مع الحاجر الصحي فالليه نفضر نقضيو به فغادي ندير الكيك ديالي تبرد في تلاجة دروري تبرد مستيان فاش ذاك الكريمة كتشد راسها وكنا نأكلو الكيك ديالنا وهي باردة فهذا هو الشكل النهائي يدي الكيك ديالنا من بعد ما قسمته فارا كيجي وذاك الكورات يدي الكوك من الداخل مع الليكين وكيجي فيها واحد واحد لدة لا تقاوم لا تقاوم فاجربوها وبصحتكم وراحتكم كنتم مني يجبكم الفيديو وإذا عجبكم الفيديو بارتاجوهما الأصدقاء والأحباب ديركم ومرحبا بكم في قناة عالم أمرو اشتركوا في القناة